اليوم بيش نحكيه على علاء الشابي أخبار غير مطمئنة تهم صحته لكن قبل ما نحكي لكم على المرض اللي أصيب بيها علاء الشابي إن شاء الله ربي يشفيها ربي نحبكم ناس كل تطلبوله الشفاء وتلطفوله ناس الكل على خطر المرض هذا خطير برشا وعالاء الشابي عنده مدة استاتوياته وستورياته لكلها تحكي على المرض تحكي على الموت تحكي على طفولته برتاجة برشا مع الناس تصاور الطفولة بتاعه وحكي على أبوه على أمه كيف يجد ربه على صغره وكل شي قاعد يمر بظروف صعبة برشا وإحنا من الفيديو هذي نحبه نقفه معه بالكلمة الطيبة وبدعوة الخير على الشي بيعده مدة زادة من اللي بدي يهبط حتى في الميزان بتاعه ونقص وبدي يلمح على المرض بتاعه لكن نتكتمه إلى حد الآن ما ذاكروش ونقولوله ربي يشفيك يا علي على الشي بيهبط استاتيو قال أواجهه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسيا مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت مرض صامت يبدو لطيفا ومهادنا خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك نصف المعركة نفسية وذهنية وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شيء ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروتي وقوته إن شاء الله يا ربي يفرج عليك على الشيبي وربي معك وإن شاء الله يا ربي تنتصر على هذا المرض اللي تخوذ الحرب معناها ضده وإن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة ويعطيك العمر طويل في الخير يا ربي إن شاء الله وربي يفرج علي كل حد ويشفي كل مريض يا ربي أين كان المرضى متاعه وأين كان معانيته